موسيقى السلام عليكم بنات اهلا وسهلا بكم كيف انتم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم ان شاء الله كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا في احسن احوالكم قبل ما نبدأ الفيديو كنشكر بزاف البنات اللي نضافوا عندي اجدادين كم قولكم مرحبا بكم بنات اللي اقدامين حتى هما غاركم منورين وشكرا بزاف على الدعم دي لكم متواصل اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على هاد واقي ديالشمس ديالفيشي سانبلوك صراحة رائع بزاف البنات بغيت نشاركو معاكم خصوصا بنات اللي كيبغي حماية قصوة من اشعة الشمس فهذا جربته صراحة كيحميل بشرة من اشعة الشمس بواحدة طريقة اللي قوية بزاف وعاد عنده بزاف ديال مزايا البنات سبيع اما انه كيحمي البشرة من الحساسية ديالشمس والالتهابات وكيمنع الظهور ديال البقعة داكيناء والحبوب اللي كتكون نتجة متعرض للشمس ايضا كيخفف من الظهور ديال علامة تقدم في الصين العلامة اللي كتكون مبكرة في تقدم في الصين وكيحمي الخلايا ديالجلد من الاثار ديال ديال اشعات الشمس اللي كتكون ضرة على البشرة وبالنسبة كيجي هكدا شفف هو هكدا تحطوه على البشرة ديالكم في ذك الساعة كتمتصو ما كيبقاش يبان في حل ما عاملين والو وهدي هي الحاجة اللي عجبتني فيه يعني هدي واحد حاجة كتعجبني انا في اي واقي شمس ما كيعجبني شي دك واقية الشمس اللي كيكونوا يعني كتحطهم على البشرة كيبانوا في حل جير او لا في حل يحط شي شي ماسك على الوجاه ديالي على عكس هذا اللي كتحطوها البنات في حل ما عاملين تحجب البشرة ديالكم وما كيعميش دك ما كيسحش يعني ما كيسحش وبالنسبة للحماية دياله فهي 95% كيحمي البشرة حسن 95% وحماية اللي هي قصوة على عكس وقية الشمس اللي خرين يعني كتلقى فيهم غير 50% ولا 20% ولا 30% فما كيكونوش كيحميو البشرة ديالنا دا اما كتبقى معرضة حسن 50% انو هي كت غادي تتأدى من الشمس ولا غادي ت يعني الشمس غد غد ضرها وعادي عندو بزاف ديال صراحة عندو بزاف ديال فوائد انو كيما قد لكم كيمنع الظهور ديال البقعة اللي كتكون بنية وكيحميلكم البشرة ديالكم من العلامة التقدم هادي واحد الحاجة اللي مهمة في اي واقي شمس والحاجة اللي صراحة عجبت نفسها فيه هي انو كتحطو على البشرة ديالك وكتحس بان البشرة ديالك كتنفس يعني ما كيشوتش ديك الماسام ولا كيسبكين واقية شمس اللي كيسببوه في الحبوب من تحت الجلد وخصوصا انا كان عندي مشكل يعني باش كان اختار اي واقي شمس بس البزاف خصني ضروري يكون يعني البشرة ديالي تتقبلو لحيط اذا ما تقبلتوشي فكيوقع لي في حال الحبوب من تحت الجلد فهذا صراحة احتا هو ارتحت له بالزايف وكاني نواقية الشمس اللي عندي في القناة شاركتم معاكم حتى هم هادو كنون زيوني صراحة عجبوني وبالنسبة البشرة اللي حساسها ولا شي حاجاتها وما اغط نفهم ولكن هدا عجبني كتار حيط مشي بزافش بديت كانستعملوه ولكن من لي استعملته الصراحة عجبني بزاف حيط لقيت فيه بزاف ديال الحاجات كنبغيهم انا في باقي الشمس اول حاجة انه هو خاك تحطوه على البشرة ديالكم كما قلت لكم في حالي ما حطي نوالو وفيشي واحدة من اهم الماركات في مجال العناية بالبشرة انا صراحة عزيزة عليا بزاف هاد الماركة وبزاف ديال اطباء ديال الجلد كنصحوا بها خاصة من وقيت ديال الشمس يلا كيكونوا وعليم بزاف وعاد يعني كنحس بالبشرة ديالي انه هي مرتاحة فيه والحماية الاهم حاجة انه هي الحماية اللي فيه حماية قصوى يعني هو حماية 95% تقريبا 100% يعني البشرة ديالك محمية حاجة اخرى اللي عجبتني فيه انه هو خاك تحطوه على البشرة ديالك ما تحش بدك السوقية في البشرة ديالك يعني من لك نحط صبعية كما تشوفه ما تحش بدك السوقية اللي كتكون في الاغلبية ديال واقعيات الشمس كتحطوه على البشرة ديالك كتحس بوحل السوقية يعني كتحدي بيدك يبدا يلسق وبالنسبة لطريقة استعماله فهو تستعملوها على كل جوز ساعات يعني كتعاودوا تستعملوها مرة اخرى ضروري البنات تعاودوها على جوز ساعات حيث يعني من كتفوت جوز ساعات ما كيبقاش عندي عنده واحد الفعالية وما كيصلحش غير على بره وقال الشمس كيصلح تل ضرب زفد البنات ما وعينش به هاد المسألة بحيث انه ما كيوخاك يدخلوه من المطبخ بحكم ان المطبخ فيه الفران فيه البوطة يعني الحرارة ديانه كتأثر لهم حتي على وجه ديانهم على البشرة ديانهم وبالتالي كتسببلهم في البقعة الداكينة وكتعملهم بالزاب ديان المشاكين نفس الشي اللي كتعمل لهم الشمس فمن الافضل اللي تكونوا داخلين المطبخ وتكونوا غطى يبو ولا غطى عرضوا لوح الحرارة فعملوه واقي شمس يعني غاي مش يحملكم البشرة ديانكم حاجة اخرى بالنسبة لبنات اللي عندهم البشرة ديانهم مشاحتة يعني البشرة ديانهم جفة فهذا ما غير الطب لهم شي البشرة ديانهم فمن الاحسن يعني يرطبوا البشرة ديانهم قبل ما يستعملوه وغايكون يعني حسن لانه هو ما كيصراحة ما كيعتيش يشيرو طب على البشرة ولا شي حاجة غير هو كتحطوه انه هو كيحملكم البشرة ديانكم غاي حميها لكم ولكن باش يرطبها لكم دكتر طويب يعني اللي كتبغيها البشرة الجافة فما غاي رطبها شي حاجة اخرى البنات قبل ما نختم هاد الفيديو انه الوقي ديان الشمس ضروري ما تستعملوه حتى فصل الشيتاء يعني على مدار السنة كلها مش تستعملوها غير فصل الصيف وتنسو فصل يعني ما تستعملوها غير فصل الصيف وتنسو فصل الشيتاء فضروري ما تستعملوها غير فصل الصيف فصل الشيتاء فصل الرابع يعني بالفصول كلها ما يخطاكم شي لانه حتى في الشيتاء وحتى يخيبلكم الجو بانه هو مغيم ولكن الاشيعة ديال الشمس كتكون يعني كتتوجه للبشرة وكتأديها فحاولوا انه خيكون يعني اي فصل من الفصول يكون دائما نواقي ديال الشمس بالبشرة ديالكم باش تحميوا البشرة ديالكم التجعيد ومزاف ديال المشاكل كتتعرض لهم البشرة وبالنسبة البنات اللي بغاوا ياخدوها هم بارافارماسي فغا ياخدوها ناقص ثمان يعني ماشي بنفس الثمان ديال فارماسيا كنصحكم تاخدوها بارافارماسي حسن اما فارماسيا ولا بارافارماسي ما تاخدوها مشي موطع اخر من غير هاد الموطع هادو وضروري بطبيعة الحال ما تكونوا شايفين تاريخ ديالو هنا يكدشي 12 شهر هنا يكدكن عندكم كتوبة فبتي يعني غير يتسال لكم 12 شهر بطبيعة الحال اذا وصلتوا ولا ولا كان بقي لكم فما تستعملوا واشي من بعد فغا يضر لكم البشرة ديالكم اذا مشيتوا حتى استعملتوها وما غير يفيدكم مشي البشرة ديالكم يعني في حالي ما كتحطوها له ويقدر يسبب لكم اللي يستر يعني في شي حساسية ولا في شي حاجة خيبة فضروري ما تدائما نحديو التاريخ ديال اي منتج يعني مشي غير واقع ديال الشمس مهمة البنات هنا يكدكن وصلت الاخر ديالفيديو كانتمنى تكونوا استفدتوا معايا ونكون فيدتكم اي سؤال بغيتوا تطرحوا علي مرحبا كتبوا لينتاحيت في الكومنتي ونجاوبكم كل فرح شكرا بزاف على التتابع ديالكم واسلام عليكم اتلقوا ان شاء الله في شي فيديو اخر تبقوا على خير واسلام عليكم اشتركوا في القناة